السلام عليكم. انا شعلال. اه النهاردة نتكلم اول ده ده اول tutorial زي نستخدم break engine. break engine هو الحد دلوقتي هو 2d game engine. اه مبني على ال open GL وال direct x. فحابب تشتغل بال open GL هيشتغل معاك لو عندك ال direct x برضو هيشتغل معاك. اه اه ده احنا هو بيشتغل بيور سي بلاس بلاس. اه بتقدر تعمل new application سي بلاس بلاس عادي console application. اه هنتعلم هنا في الفيديو ده ازاي نعمل للنجين عشان نقدر نشغله. فاحنا بنجعل ده new project عادي جدا. اقول له هنا اه بديله بتاعة ال engine بتاعي. طب هو ال engine بتاعي عادي شكله ايه? engine بتاعي هو عبارة عن شوية فولدرات احطها مع بتاعي. هو ده بتاعي الجديد. فهخش مع الكود جوة واحط بتاعي engine. engine ده عبارة عن اه اللي انا طلعتها من engine بتاعي وال اللي بيعتمد عليها. فانا هتدي له ديت. اه نيجي هنا في include directory. اه هيزهر لي engine. اختار include. واقول له select. اه لو انتوا اخدين بالكم الباس ده شغال على الجهاز بتاعنا. فهو هيشتغل عادي. بس انا لو لقلت على الجهاز تاني فمش اريده اشتغل. لان الباس اصلا مش موجود. فاحنا هنمسح الباس ده كده. وخليه engine include بس. لان هو محطوط مع الكود جوة. فهو الكود مطرح ما يتحق هيقرأ الباس بتاعه. اه نيجي هنا في نفس القصة. بس engine بس. لان موجودة هنا. اه امسح الباس. واقول له في بس. طيب انا كده الباس. انا محتاج اه اكتب اسامي اللي انا هعمل لها لينك. فاكمن طريقة بخش على كده. واخد اسامي زي ما هي. الجرافيكس وال والفيزيكس. لو انت حابب تستخدم الفيزيكس بارت معك. تقدر تعمله لينك وتشتغل بعيد. طيب. دول اللي شغالين دلوقتي دول ده بتاعنا. هو الانجين بيعتمد على تانية. زي ال اه اه سري دوت لايب. اه جي ال اي دابليو سيرتي تو دوت لايب. اه اه اوبن جي ال سيرتي تو دوت لايب. كده انا عملت لينكين. طيب. الانجين بكوده ازاي? هو في المين بتاعي باخد من الانجين وهو واحد. عشان يعني هو بتاعي مش هبه فيه كزا من الانجين. فهو واحد. فهنقول له هاشه انقلوده آه گرافكز.ه pb هاشه انقلوة آه وامم ف rival خطئر فالنفره استري ده النامس بيس بتاع الانجين كله في نيمس بيس تاني اه بريك جواه هيبقى المفروض وانفراسترابتشر فاناعمل له مينكلود اه بريك اه جرافيكس هو هارد اخر تمام وده الكود ان احنا بنستارت بيه الانر هو الكود ده احنا مش هنحتاج نكتبه كتير يعني ايه هو انا باخد من الانجين وبعمل طب الانجين طب الانجين بيعتمد على ايه هم حاكتين جوا الانجين اه في اسمه ابليكيشن ابليكيشن ده بيعتمد انه هو ابستراكت كلاس بانهرت منه وكود الجيم بتاعتي فهو قاري من جوا بتاع الابليكيشن ده فين فانا لما انهرت منه كده انا عملت له بتاعنا اللي هي الجيم بتاعتي فانا ببعث له اه شير دي بوينتر على الجيم اللي هي معمول لها انهرت من الابليكيشن وانشوف هنعملها ازاي دلوقتي والابي ايه اللي انا هشتغل عليه فالابي ايه يا داير التكس يا اوبن جيل تختار اللي انت عايزه وتشتغل بعيده وبعد كده تجاين وستارت طيب هو دلوقتي مش قاري جيم دي ايه يعني هو مش مش لقيها لان احنا معملنا هاش فنقول له اد اه نيو ايتم هده الفايل ونسمي ده مسلا جيم او بلاش كده احنا ممكن نقول له اد اه كلاس اد الكلاس ده هنسميه جيم واقول له فانش فهو كاريتلي اه كلاس ادود اتش وطيب طيب الجيم ديت عبارة عن ايه عبارة عن اه ننكلوت بس الاول الفايلات دي الفايلات بتاعة الانجين تمام اه نقول له هنا اه اه كده انا عملت انهرت من وهاري اللي فيه بحس ان هو دي الجيم بتاعتي طيب ايه اللي فيه انا عندي انشيالايز دي اول بيتنده عليها بحس ان انا بعمل انشيالايزيشن للفاريبلز بتاعتي او الابجيكتز بتاعتي كلها اللي موجودة في الجيم بعد كده بقول له دي اه دي المسؤولة ان انا بعمل بيها للصور والسبرايت اللي انا بستخدمها في الجيم بتاعتي فاي صورة اي اي فونت ببلودها فيها اه بعد كده بغيت اه اوبديت اوبديت تمام اوبديت دي المفروض ان هو بيرسم بستين فريم بير ساكند فكل فريم بيروح ... اه يرسم الفريم وبعد كده يخرج من رندر ديت يروح على الابديت. يلاقي فيه اوبديت في الداتا اللي هو بيرسمها دي. اه. يقوم عمل لها اوبديت ورسمها من اول وجديد. اه ملاقاش بيقوم رسم القديم زي ما هو. فهو هنا ده المين لوب بتاعي اللي هو الابديت. طب هو ليه هنا مدي ايروف? عشان بياخد اه طايم ستيب. اه از الطايم. ليه طايم ستيب? اه لان انا ساعات بحتاج ان انا استخدم الطايم في الحركة بتاعتي وفي الحاجة بتاعتي. لامنى. عايز مسلا اضلاي فانشن اه فزيكس. فانا محتاج فيها حتى طايم مثلا. او محتاج فيها حتى بيعتمد على ال click cycle بتاعت ال سايكل ذات نفسها. فااا او انا عملتها فانشن كده من غير طايم. يعني مثلا بزود الاكس في كل اتريشن في كل لما يرسم ويروح على الابديت ورجع تاني بيزود الاكس مثلا واحد. فهتلاقي بتتحرك بسرعة جدا. وممكن على جهاز تاني تتحرك ببطل. على حسب اللود اللي موجود على ال سي بيو او على بتاعك. اما في الطايم بتبقى انت بتعتمد على الطايم الطايم اللي هو عندك ده. فبيبقى بالنسبة للكل. يعني حاجة ثابتة بالنسبة للكل. فهنحتاجه يعني معنا. المفروض ان ديت. نروح نعمل لها هنا. بقى اللي نصير بتاعك كده. المفروض ان ديت. هي اللي انا بعمل فيها بتاع الجن بتاعك كله. انا دول. كده انا اقدر ابتدي اشغل بتاعي. بس هنا كان لسه ما شافهاش هنقول له هاش. جيم. كده هو هيلاقي. كده تمام. خد من الانجين. بعدت له الجيم كلاس بتاعتي. والاي بي اي. والتوش جوين وستارت. كده خلاص ده شغل من خلص كده. هنا شغل كله بقى يبقى هنا. آآ عشان محتاجين نديله بتاعت الويندو. لان هو في الاول وفي الاخر ويندو. نستخدمها عشان نرسم عليها. فهنقول له ويندو. دي آآ احنا مستخدمينه اللي هو بيستخدمه من جوه في بحيس ان هو يكاريت في الانجين ويندو نقدر نرسم عليها. طيب بتاعتها? آآ هنقول له آآ آآ ويندو. آآ آآ بتاخد ايه بقى? بتاخد الويتس ستة مية. ستة مية هايت. والتايتل بتاع الويندو اللي هو مسلا تمام كده تمام. بحطها في ان هو اول حاجة يعملها قبل ما ينشيالاز اي حاجة ان هو يكاريتل الويندو. فالكونستراكتور قبل ما يبتدي في الانشيالازاشن اساسا. فبنعملها في الكونستراكتور هنا. ونقول له كده ونشوف الدنيا فيها ايه? ايه اللي هيحصله? تمام. كده نرن الكود. طب ليه درب في وشي? هو بيقول ان هو محتاج لما باجي اعمل لينكينج اهم حاجة نفتكيرها ان انا بديله الباص صح وبديله اسامي اللي صح اللي احنا عملنا من شوية. طب اللي ناقص? اللي ناقص ان انا لما باجي اعمل احنا بكاريتلنا اسمه بيطلع لي فيه هو دي باج دي بتعتمد على ان انت مختار هنا دي باج ولا ريليز. فهو مطلع لي محتاج الدي الالز تبقى جانبه. فهنخش على انجل ناخد كل الدي الالز اللي موجودة. ونحطها جانبه. كده عمل او الشاشة بتاعتي اهيه. كده بتاعي اشتغل وعلى عمل وكاريت الشاشة اهيه. والمفروض دي بقى اللي احنا هنعمل عليها الجيم بتاعتنا او ان احنا هنرسم عليها الجيم بتاعتنا. بس وهو ده في اول فيديو ونكمل بعد كده في الفيديوهات الباقي. شكرا.